تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من top 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء حلقة اليوم هي خمس أسئلة وفي واحدة هيكة على جنب شخصية خلينا نبدأ في الخمس أسئلة اللي أنا بعتبرها من top 5 وبتيجي عبالي أنا شخصيا فبدي أعرف شو أكثر خمس أسئلة بتيجي عبالكم في كرة القدم في التعليقات بعد ما بتشتركوا بقناة سيلفي سبورت على يوتيوب السؤال الأول اللي دائما بيجعبالي مشجع ريال مدريد ليش بشجع ريال مدريد يعني شو ضل أنا بشجع فينتوس بطار الدوري أبطال ريال مدريد عنده 13 عنده دوري كتير عنده أساطير كتير شو ضل يعني شو بدور يعني كل موسم كيف بيجدد نفسه أن يحس حاله متحمس أكثر من الموسم الماضي فمش عارف جاوبوني يا مدريديين السؤال الثاني كم مشجع كرة قدم حيعتزل للمشاهدة تماما لما يعتزل ميسي ورونها لذكرت القدم انتقلوا من الأندية الناس بتتابعهم بس شو لو أنهم أبدا ما عادوا موجودين في الملعب السؤال الثالث يعني بيتكلم عن صفقتين كلفوا تقريبا نصف مليار هذا بدون ما نحسب بالرواتب نحكي عن نيمار وإنبابي شو لو أنه خلص العقد وطرعه مجانا وفي النهاية ما جابوا دور الأبطال وجابوا الدوري خمس سنين كيف الناس حتذكر هاي الصفقات هل حتذكرها بأنها صفقات كانت ربحة إعلاميا خصوصا أن شعبية سان جيرون ما حسنة بزيادتها فعلا يعني زي يوفنتوس يعني رونالدو فرق بشعبية اليوب فعلا لكن سان جيرون ما حسنة بهذا الفرق أحسنة باهتمام فيه أوروبي بس شعبية لسه كيف حنفكر فيها دائما هاي الصفقتين محييراتني أعملوا ضجة وقالوا سان جيرون هيبة بس غابوا كتير طلعوا كتير من أوروبا والعقد عم بيقرب يخلص والسؤال الرابع لو كان فريكسون موجود الآن وحتاج لسنة 99 حتى يفوز بدور الأبطال الأول هل كانت ضغوط السوشال ميديا حتخلق سر أريكس بريكسون؟ طبعا بنعرف أول أربع سنين بدون لقب هاي كان هيطير فيها بتأكدي لكن فكرة إنه عدم فوزه بدور الأبطال هل كان ممكن يستمر كل هالسنين مع مال يونيتد بعدما الفرق صار يكبر وصير ينشهر ويجيب دوري وما يجيب دوري أبطال هل كان هيكمل؟ هذا سؤال أيضا الواحد صعب يعرف جوابه بس كان نفسي أعرف جوابه أما السؤال الخامس فهو دائما بيجي عبالي والله منه أنا صغير اللي هو ليش المنتخبات العربية؟ لما تلعب بك أس العالم دائما مشكلتها الكرات الثابتة يا ركنيات يا ضربات حرة غير مباشرة يا حتى ضربات مباشرة عندنا مشكل كبيرة دائما ندفع ثمنها هذور الخامس أسئلة بدا من عبالي والسؤال السادس طبعا هاتس سؤال شخصي متى لازم أوقف جنون كرة قدم؟ متى لازم أوقف أصلا كل اللي بعمل في السوشيال ميديا والرياضة؟ ما بعرف هذور من السؤال اللي يعمل بالي بحب أسمع أجوبتكم على الخامس أسئلة الأولى والسؤال السادس خلوه إلي والسلام عليكم ورحمة الله